قرطة الألمانية تنفذ حملة مداهمة لشبكة متطرفة هي الأكبر من نوعها منذ أعوام حملة شملت ولايات عدة وأسهرت عن تفكيك شبكة يشتبه بأنها حولت أكثر من 100 مليون يورو إلى تركيا وسوريا لاستخدامها في تمويل الإرهاب سنبحث في هذه الفقرة التهديدات التي تشكلها الجماعات المتطرفة لأمن أوروبا ونناقش إمكانية تكثيف التعاون بين دول القارة لمواجهة هذا الخطر ضيفنا من برلين الكاتب والبحث السياسي زاهي علاوي أستاذ زاهي أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار يعني الكشف عن هذه الشبكة تم عن طريق الصدفة رغم كل الإجراءات الأمنية التي تتخذها ألمانيا لمنع أي شكل من التهديدات داخل هذا البلد تطور هذا يؤكد أن ألمانيا في خطر أليس كذلك؟ هو بالفعل يعني خطر غسيل الأموال وخطر الجماعات الإرهابية ليس جديدا لا على ألمانيا ولا على الاتحاد الأوروبي المشكلة في كثير من الأحيان أن الادعاء العام العام بحاجة إلى أدلة ثابتة وقاضعة قبل القيام بأي إجراءات أو حتى قبل السماح للشرطة بالإقدام على اعتقال أي شخص هذه إشكالية قانونية ولكن طبعا عندما يكون هو القانون السائد يجب بداية اتباع جميع الإجراءات القانونية اللازمة قبل الإقدام على أي خطوة طبعا هناك تعاون أمني أوروبي ولكن ليس بذلك البعد الذي يمكن أن نقول أنه يمكن الحلولة دون وقوع مثل هذه العمليات تحويل الأموال جمع الأموال لجماعات متطرفة سواء على الصعيد اليمين المتطرفة أو حتى اليسار المتطرف يعني لو لا الصدفة لو لا انزلاق سيارة على طريق سريع وحصول حادث سير لما اكتشفت الشرطة هذه العملية وهذا التهريب وغسيل الأموال بهذه الكميات الكبيرة ويقال أنه يعني المصدر الأساسي لهذه الأموال الأستاذ زاهي على ما يبدو كان من تهريب وتجارة المخدرات في ألمانيا ودول أخرى مجاورة لكن ألا يعني ذلك أنه الكثير من هذه الجماعات موجودة في الداخل الألماني وتعمل بالنهج نفسه تستفيد بالطريقة نفسها ولا ربما تمول مجموعات إرهابية خارج البلاد كما فعلت هذه المجموعة إن تأكد الأمر يعني طبعا حسب المعلومات التي جاءت من الشرطة ومن الإدعاء العام في ألمانيا هذه الجماعات تنشط منذ فترة هناك مجموعة من الأشخاص الذين تم اعتقالهم تم اعتقال طبعا 11 شخصا من بين مجموعة تضم حوالي 67 شخص المعتقلون وأحدهم متهم بالانتماء إلى جبهة النصرة وآخرون متهمون بدعم جماعات أخرى البعض الآخر متهم أيضا بالمشاركة بعمليات في داخل سوريا كل هذه القضايا وكل هذه الاتهامات كشفت عنها الشرطة إذن هناك معلومات لدى قوات الأمن لدى الاستخبارات الألمانية حول هؤلاء الأشخاص يعني عندما يتم اتهام حوالي 67 شخص 40 منهم من سوريا جزء منهم من الأردن الجزء الآخر من لبنان والبعض الآخر أيضا من ألمانيا إذن هناك معلومات لدى الشرطة ولكن يبدو أن هذه المعلومات لم تكن كافية للكشف عن هذه الجماعة وعن هذه الجماعات هناك أمر آخر وهو أن بعض هذه الأموال تم تحويلها ليس من ألمانيا شخصين متهمان بتحويل حوالي 60 مليون إذن هناك مبالغ ضخمة تم تحويلها إلى تركيا ثم إلى سوريا إذن هناك يجب أن تعترف السلطات هنا بأن هناك بعض الخلل في ملاحقة هذه الجماعات والكشف عن هذه الجماعات في الوقت المناسب وشكلت بطبيعة الحال ألمانيا ملاذا آمنا لهم للقيام بعملياتهم أداعمة كما ذكرنا لمجموعات إرهابية من حول العالم لكن ما التهديد وهنا أسأل عن التهديد الذي يشكل وجود جماعات متطرفة يعني تعمل على غسيل الأموال في الداخل الألماني على أمن ألمانيا والدول المجاورة أيضا يعني أستاذ زاهي يعني عندما نتحدث هنا عن عمليات إجرامية عمليات سطر وعمليات اختطاف كل هذه العمليات تهدد الأمن الداخلي في ألمانيا وفي أوروبا هناك عمليات سطو مسلح هناك عمليات سرقة يعني الشرطة الألمانية وزير داخلية ولاية شمال إيران وستفاليا قال إنه تم ضبط ما معدله 300 مليون يورو سواء من الذهب أو حتى من الأموال النقدية ومن السيارات الفاخرة حتى بعض الأجهزة الكهربائية باهضت الثمن كل هذه تم مصادرتها خلال الحملة إذن هناك أيضا تهديد للأمن الداخلي الألماني عندما تنشط هذه الجماعات داخل ألمانيا سواء بتجارة المخدرات أو حتى بعض الأحيان تجارة البشر كما جاء في تقرير للشرطة إذن كل ذلك يهدد الأمن الألماني هذا إضافة إلى طبعا حسب معلومات الشرطة بأن هذه الجماعات خططت أيضا للقيام بعمليات داخل ألمانيا إذن نحن نتحدث عن شبكة واسعة شبكة هي خليط ما بين الإجرام والإرهاب وبالتالي هناك تهديد فعلي ليس لألمانيا وحدها ولكن أيضا لأوروبا بشكل عام وقد رأى البعض أنه فيه فشل للمنظومة الأوروبية أيضا في تأمين الأمن على كافة أراضيها كما ذكرت لنا أستاذ زاهي عادة ما تقول الشرطة بأنها تتابع وتقوم بالتحقيقات بأن الكثير من هؤلاء الأشخاص هم من الذين يتم ملاحقتهم ومراقبتهم ومعرفة تحركاتهم ولكن في كثير من الأحيان شاهدنا بأن الشرطة فشلت يعني لو نظرنا لما حصل لما قام به أنيس عامري في وسط برلين عندما قاد الشاحنة وهاجم سوق أعياد الميلاد الشرطة قالت بأنه من الأشخاص الذين يتم مراقبتهم ولكن فشلت في تحديد تحركاته فشلت في تحديد ما يمكن ما يخطط للقيام به وبالتالي هناك ثغرات دائما ما يتم الكشف عنها في وقت متأخر يتم طبعا دائما تشكيل لجان للتحقيق ومعرفة الأسباب ولماذا وصلنا إلى هذا الحد ولكن هناك بالفعل ثغرات قانونية يتم الاعتماد عليها ويتم استغلالها من قبل هذه الجماعات للالتفاف على القانون في كثير من الأحيان سواء لغسيل الأموال أو تهريب الأموال أو حتى تجارة المخدرات والتهرب الضريبي شكرا جزيلا لضيفنا من برلين الكاتب والبحث السياسي زاهي علاوي على المشاركة معنا الليلة